مرحبا بكم في مكتبة العم عارف سألخص لكم اليوم رواية هذا الجانب من الجنة للكاتب الأمريكي سكوت فيتس جيرالد والتي نشرها عام 1920 وهي أول رواية لفيتس جيرالد في الجزء الأول يقضي أيمري بلين معظم طفولته في السفر عبر البلاد مع أمه بياتريس في الثالثة عشرة من عمره عاش أيمري مع عمته وعمه في مينيابوليس لمدة عامين ذهب إلى المدرسة هناك وواجه صعوبة في الانسجام مع الطلاب الآخرين الذين اعتبروه متعجرفا ومتغطرسا عندما عاد أيمري إلى منزله في بحيرة جونيذ توسل إلى بياتريس أن ترسله بعيدا إلى المدرسة الإعدادية وافقت بياتريس ولذلك ذهب أيمري إلى مدرسة سانتريجيس الداخلية في ولاية كونتيكت قبل انطلاق الفترة الدراسية في المدرسة زار مونسينيور دارسي أحد أصدقاء أمه سرعان ما تطورت صداقة عميقة بين الاثنين وأصبح دارسي مرشدا لأيمري في بقية الرواية عانى أيمري أيضا في سانتريجيس لأنه لم يتواصل بشكل جيد مع الطلاب الآخرين ومع ذلك فإن عامه الثانية كان أفضل لأنه أصبح نجم كرة قدم وركز على أن يصبح مشهورا وقابلا للتكيف مع الآخرين في سلوكه بعد تخرجه من المدرسة الإعدادية التحق أيمري بجامعة برينستون في نيوجيرزي كان لا يزال يشعر بإحساس التفوق على أقرانه ومع ذلك فإنه عقد صداقات عميقة ودائمة مع زملائه في الفصل والبيت الداخلي ومن بين أصدقائه توم ديم فيليرز وكيري وبيرن هوليدي وأليك كونج هذه الشخصيات كان لها تأثير كبير على أيمري الرجل بدأ أيضا في تجربة العلاقات الرومانسية أولا مع إيزابيل بورجي وهي مبتدئة جميلة ولكنها ذات شخصية ضعيفة من مينيابوليس تواعد الزوجان خلال ربيع السنة الثانية لأيمري في برينستون وأثر ذلك سلبا على أدائه الأكاديمي لقد شعر أن هذا هو أسعد وقت في حياته حيث كان يتنقل من حفلة إلى أخرى مع أصدقائه وإيزابيل بعد أن وصل إلى هدفه المتمثل في الصعود إلى قمة الطبقة الاجتماعية في برينستون وقبيل العطلة الصيفية قتل زميله ديك هامبرد في حادث سيارة مما أثر بشكل كبير على أيمري الذي كان معجبا جدا بالشاب زار أيمري منزل إيزابيل الصيفي عندما انتهت الدراسة ولكن بمجرد وصوله أدرك بسرعة أنه ليس لديه أي عاطفة حقيقية تجاهها فأنهى العلاقة وعاد إلى برينستون في بداية السنة الثالثة لأيمري خضع الامتحان للتعويض عن أدائه الضعيف في الربيع الماضي رسب في الامتحان وتوجب عليه الاستقالة من أندية ولجان مختلفة وبذلك انتهت شعبيته مات والد أيمري لكن الهم الوحيد الذي كان يشغل بال أيمري هو الوضع المالي للأسرة أكدت له بياطرس أنهم سيكونون بخير إذا عاشوا بشكل مقتصد خلال سنته الأخيرة أصبح أيمري قريبا من بيرن هوليدي غادر كيري برينستون وانضم إلى الجيش مما سمح لأيمري بالتعرف على شقيقه بشكل أفضل التحق أيمري أيضا بالجيش للقتال في الحرب العالمية الأولى وبينما كان يستعد للذهاب إلى أوروبا علم أيمري بوفاة بياطرس وعرف أنه الآن معدم كما علم بوفاة كيري وصديق آخر في الحرب في الكتاب الثاني يعود أيمري إلى وطنه من أوروبا رجلا متغيرا ينتقل إلى شقة في نيويورك مع أليك وتوم ويقع في حب روزاليند كونج أختي أليك يقع الزوجان في الحب ويفكران في الزواج ومع ذلك تنحدر روزاليند من عائلة ثرية ولا تريد أن تترك راحتها المعتادة فتفسخ خطوبتها لأن أيمري يفتقر إلى المال وتلجأ إلى الارتباط بالثري دوسن رايدر بدلا منه أيمري لا يتعافى أبدا من الحسرة التي عانى منها بسبب قرار روزاليند إنه يعلم أنه لن ينجح أبدا في الحب ولم يعد يشعر بالبهجة أو السعادة ينتقل أليك من شقتهم في نيويورك ليعيش مع عائلته لكن أيمري وتوم يظلان هناك عندما يزور أيمري عمه في ماريلاند يلتقي بإليانور سافج وهي امرأة ذكية تشارك أيمري حب الشعر والأدب يجريان محادثات عميقة وذات مغزى وبينما يبدو الزوجان مثاليين لبعضهم البعض لا يستطيع أيمري الالتزام بالعلاقة وتغادر إليانور في النهاية بعد محاولتها الانتحار ثم يذهب أيمري إلى أطلانتيك سيتي حيث يلتقي بأليك ينتهي الأمر بأيمري بالتضحية بسمعته لإنقاذ سمعة أليك عندما يحضر الأخير معه امرأة غير متزوجة إلى الفندق يضحي أيمري وهو يعلم أن لدى أليك عائلة ستدمرها تلك الأخبار بينما ليس لدى أيمري أي شخص سيتأثر بأفعاله يعود إلى نيويورك ويعلم بخطوبة روزاليند ودوسون رايدر الآن بعد أن عرف أن روزاليند بعيدة المنال حقا يمكنه المضي قدما والتوقف عن الشعور بالحنين إليها يقف أيمري المفلس خارج مسرح ويدرك مدى كرهه للفقاراء وهو أمر مثير للسخرية لأنه الآن من الطبقة الدنيا يقرر السير إلى برينستون ويلتقي بوالد زميل سابق في الطريق يناقش أيمري الثروة والطبقة وما يعنيه أن تكون متزوجا روحيا وغير متزوج وتنتهي الرواية بعودة أيمري إلى حرم جامعة برينستون وهو يشعر بالحنين إلى شبابه مدركا أنه يعرف نفسه ولا شيء أكثر من ذلك أتمنى أن يكون ملخص هذا الجانب من الجنة قد أعجبكم وألقاكم في حلقات مقبلة إن شاء الله شكرا للمشاهدة